حالياً كان هو قبل الإصابة أحسن مدافع أي من في العالم أحسن أمين بيبي ثلاثين سنة لأمال برتغال لأمال برتغال كأس أمام أوروبا لوتار ماتيوس سابقاً من الهجوم تحول إلى الدفاع في سن 1939 كان يصول ويجوه في ملاعب عادي جداً عادي جداً المدافعون يستطيعون ممارسة كرة القدم لسن متقدمة أفضل من المهاجمين لأن المهاجم يحتاج إلى يقوم بأعند تسفرينتات في المباراة يحتاج إلى مجهود أكبر من المدافعين بالضبط أحدتان تكلموا على اللاعب لي قوم بسفرينتات وعطيتك أرقم الحصة الماضية يا محمد اللاعب لي يجري أكثر من زملاء وكلهم تقريباً أكثر من 33 كم في الساعة أكثر من هذه السرعة قصوات فوق 33 كم في الساعة سرعة كبيرة لما تشوف أسرع اللاعبين بابي هالند لأنهم 34 كريب 34 أمين يجب أن ننوه إلى أمر آخر فايزر إذا تم استدعائه للمنتخب الوطني في التربوس القادم يجب أن يرسل برنامجاً غذائياً لسيدي موسى من أجل استقباله أحسن استقبال أمين لأنه لاعب نباتي وليس لاعب نحن يأكل كل شيء كاين السلق مع محمد مع مرات زي السلق نشبعه نباتي شوفوا منذ أيامه في ناديه عام 2017 كان قد قرر اتخاذ خطوة مهمة جداً في مسيرته الكوراوية بالتحول إلى النظام النباتي البحت كان عنده منذ أربعة أيام حوار مع موقع البوندسليغا تكلم فيه عن هذا الأمر بالضبط وعدد المنافع التي اكتسبها بعد اتخاذ القرار من بينها سرعة التشافي بعد المباريات سرعة الاسترجاع النوم السلس والناعم والعديد من الأمور الأخرى التي اكتسبها اللاعب من التحول إلى النظام النباتي وهذا ليس حكراً على ميشيل فايزر هناك العديد من النجوم حول العام في كل الرياضات وحتى نجوم السينما يعتمدون على نظام نباتي بحت من أجل المنافع الكثيرة من هذا النظام الغذائي يمكن بعض الأطباء أمار يحذرون من هذا النظام الغذائي ويقولون بأنه يسبب مشاكل هضمية للشخص العادي لنتحدث فقط عن الرياضيين أيضاً نقص في الفيتامينات أبرزها الفيتامين بيطناش مشاكل كما قلت في الجهاز الهضمي لما يقول لك محمد أنه أنا نباتي مستحيل يكون نباتي 100% ويقول لك نباتي لا هم مجتمع نباتي سمحني محمد لا لا هم مجتمع نباتي لا يأكلون اللحوم بك نتكلمنا على اللاعبين لاعبين مستحيل تكون نباتي 100% عندك بروتين حيواني مهم جداً محمد في الجسم تالإنسان لكن هو يقول لك أنا نباتي ايه هو نباتي تخليت عن اللحوم في نظام الغذائي لا 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 مستحيل لا 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 مستحيل أنا نباتي وأنت تقول لي هو يقول أنا معاك محمد أنا نقول لك مستحيل على لاعب كرة قدم ونتحددك نجيبه خابر تغذية لنا إذا كين لاعب في العالم يقدر يكون نباتي لأبري معلش لاعب أعطني تصلاح اللاعب معلش حتى لا نتجادل في أمر غيبي أعطينا تصلاح اللاعب نحن نتحدث بناء على تصلاح اللاعب تفضل عمر وفي تدار تصلاح كان فيه نقاش مؤخراً حتى في ألمانيا كان الطبيب نادي لايبزيتش إذا ما خلتني جداك لا تكلم على سلبيات هذا النظام ولكن في نفس الوقت تكلم على الإيجابيات في عدة نجوم تكلم أمين على فايزر في مثلاً ليوي ساميلطن في الفورميل وان فيه نوفاك جوكوفيتش في التينيس فيه رياضي المسافة الطويلة الماراتون من طرف الإنسان في المعدة وانضم يقدر يدعمه بفيتامينات وهذا فيه جدل ممكن يدعمه بمكملات غذائية ولكن لا يكون لحوم أنا واش نعرف أمين أن المجتمع النباتي قلتك نتحدث عن الأشخاص العاديين وليس عن الرياضيين فقط المجتمع النباتي يتبنى فكرة وضع اللحوم جانباً في النظام الغذائي يعتمد نظام غذائي نباتي 100% ولا يتناولون اللحوم البتا وأنا اعتقادي شخصي أمين أنا لست مختصاً ولا طبيباً ولا خبيراً في التغذية لو نروحوا القرآن الكريم مثلاً أمين نلقاوا صورة كاملة اسمها صورة الأنعام يعني من يحرم نفسه من هذه النعمة نعمة أكل اللحوم سواء لحوم البقر أو لحوم الإبل أو لحوم الغنب أو لحوم الماعز نحن قد حرم نفسه من نعمة كبيرة وهؤلاء القوم الذين ينتمون إلى المجتمع النباتي ليكونوا لا لحوم الأنعاب ولا لحوم الدواجن ولا أي نوع من اللحوم الأخرى حتى اللحوم البحر يعني اللحوم الأسماك يستغنون عنها أي نظام غذائي يمكن أن تتبعه ويعوضك مثلاً عن الأوميغا تروال موجود في الأسماك بكثرة أي نظام غذائي هذا يمكن أن يعوضك عن لحوم البقر أو لحوم الغنم وفوائدها الكثيرة أي نظام غذائي يمكن أن يعوضك مثلاً عن لحوم الدواجن نحن لا أفهم منا بصراحة نحن نتكلم لك بطريقة علمية شوف بروتين النباتي هو بروتين كامل فيه كل الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسم الإنسان في المقابل لبروتين النباتي فيها أحماض أمينية قليلة تمد إضافة الجسم وتفيد الجسم ولكن من غير الممكن بتاتاً لأي رياضي في العالم أنه يكتفي بالنباتات فقط في مأكاله اليومي نأكدها لك محمد يقول لك أنا نباتي لأنه بنسبة كبيرة في الضاية تتاعه أو الحمية تتاعه يعتمد عن نباتات يخلي هذه نسبة 10% محمد للمستحيل لعب كرة قدم الآن في المستوى العالي ما يأكلش السمك ما يأكلش اللحوم لازم له محمد دون تحدى أي واحد شوف النجوم هذو كتاع السينيما ويقدر كعيني النجوم بزاف مكتفين غير بالنباتات صح هذا رياضي يسحق عنده وعنده مجهودات رأي يبدلها عنده بارك الله فيك البروتين تقدرش تقاومتها في المستوى العالي بدون بروتين حيواني مستحيل كير يضيكما الأجسام ادعوا أنهم لم يتناولوا اللحوم قط وبنوا عضلاتهم فقط من كيما أدامة راورية يقول لهم أنا يا هذك الجسم أنا ما نستمع أنا ما ندرش ميسكيلاسيون عندك تكذب علينا ولا تكذب على الناس ولا تات أنت ما كش مآمن روحك كي تروح عند طفل صغير تقول له هذو كل عضلات قاعد تقول له أنا ما ندرش ميسكيلاسيون رجلوه قدها الناس مساكننا ميديروا ميسكيلاسيون ويصرفوا أموال ضخمة والله ما عندهم ذاك الرجل اللي عنده والله يباري كورب يزيد له صح ما عدت كذبش عدت كذبش ما تخلش لناس قلوا ما ندرش ميسكيلاسيون شعلوا أدامة راورية ولا في باب نعم نعم مستحيل محمد ذاك البنية الجسدية اللي عندك والله ما تكتسبها رأنا نخلطوا شيئا في الرياضة قلهم هي هبا 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 نعرفهم حياته قاعدوا ميسكيلاسيون محمد ما عندوش هدوك ما عندوش هدك الكور هبا إلهية أخي العز هبا إلهية ذي يختصك ربي سبحانه بها غير تمام سبحانه دعنا مشرك ميدو ميدو يظل يضرب في البروتين وما اخلاش ميدو ميدو صحو في نباتي ميدو 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 نقص الأموال دفعك لأن تكون نباتي ميدو قاله أسم غالي ونجيب خالي ميدو ميدو قد بأنه نباتيين يتلولون اللحوم ويدعون فقط بأنهم نباتيين أنا نظن نوافق على شي خاصة فيما يخص البروتينات بروتين حيوان ما كاش لعب اليوم كورت قادم ما يستعمل لبروتين أنك تعودهم بمكملات غذائية فيها البروتين سني جامع لما مشوز كيما لنتورال يعني الطبيعي اللي هو جاي في اللحوم البيضاء ولحوم الأسماك اللي ذكرت نتفعله من قطر وكل شيء لذلك صحيح ممكن في الفارق يوضعوا له برنامج أكل خاص لكن يضي زوبليقاشون وفعلت كان يضي زوبليقاشون أنت وما من تنباتي تأكل كيما صحبك كان يقول في اللعبين يقول أنا ما ناكوش لبات أنا حضرت دي ستاج مع اليكيب أخويا إلا ما ناكوش تحب لبات ما عندكوش تأكل سكريات البطيعة نعم كاربش تديهم الكربوهيدرات يحتاجهم سيرتول يعيب كورت قادم لازم له كاربوهيدرات منين يجيبهم كيما يكون ليبات لازم تأكل الروس تأكل ليبات تأكل بانان باش تريكيبيري تجيبها للكاربوهيدرات ليسحقهم الكورتاك باش يبذل مجهودات تقول لي أنا نباتي أبل مئة أنا أونتر يضي في مستوى العالي مستحيل آمنك والله العظيم من آمنك وتروح تحطي تدك على المصحب إذن برنامج خاص لتغذية فايزة ما يمسجنا أهداف للتغذية سهلة أمار بمستوى لي قد تتكلم عن إحصائيات 26 تمريرا حاسي مولى مساهمة وشوفوا هاد الأمور يعني صراحة أن هي هاد الموضوع في حداته مليح نستفادوا منه لأنه في عدة لعبين في عدة أنظمة غدائية حتى في العالم يتكلموا على ليجين دو فيت على لعبين نظن أن نظن أن نتكلموا على فايزر نظن رح يكون إن شاء الله إضافة قوية وكبيرة للمنتخب الوطني وبروفيل يعني رح يكون مكمل إن شاء الله للعبين اللي كانين الآن